في فيديو اليوم هنتعرف على برنامج ممكن عن طريقه تغيير الصوت بالزكاة الاصطناعي في مكالمات الواتساب أو أي برنامج أخر حتى لو أنت جمر وعايز تغير صوتك بشكل لحظي في الألعاب مع صحابك أو لو أنت حابب تغير صوتك في برامج المونتاج والفيديو لعمل قناة يوتيوب بدون ظهور والحفاظ على هويتك محفية أو لو بتشارك في لايف ستريم وعايز تغير صوتك وتحافظ على سرية شخصيتك أو تعمل مؤسرات صوتية على صوتك بشكل لحظي قبل ما أبدأ الشرحة بفكركم بالاشتراك واللايك والشير لأن لعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير ومحتوى للأفضل يلا بينا نبدأ الفيديو البرنامج الرائع اللي بنتكلم عليه النهاردة اللي هتلاقيني سايب لك الربط بتاعه في وصف الفيديو اسمه إيز أس فويس ويف وده تقدر عن طريقه تغير صوتك في الانلاين شات في اللايف ستريمينج في الجيمز في الواتساب وحتى في مكالمات التليفون لو حابب انت تقدر تغير عن طريق صوتك لأي برنامج من البرامج اللي انت شايفها دي وتغيير الصوت بيتم بشكل لحظي تقدر كمان تستخدمه علشان تغير صوتك في الفيديوهات اللي انت بتعملها على اليوتيوب أو الفيسبوك أو الانستجرام أو التيك توك وده طبعا لو انت عايز تعمل قناة أو فيديوهات بدون ظهور ومش عايز حد يعرف هويتك الحقيقة علشان تنزل البرنامج وهو بيدعم ويندوز 10 وويندوز 11 حتضغط هنا وانت بتعمل تثبيت للبرنامج أول مرة اختار Custom Install ولو انت عايز تغير الوجهة للغة العربية اختار من هنا عربي ثم تثبيت الآن البرنامج لما بتفتحه أول مرة بيطلب منك اختيار الميكروفون الخاص بيك والسماعات اللي انت بتستخدمها وده مهم جدا تختاره بشكل صحيح علشان البرنامج يشتغل صح وطبعا الاعدادات دي تقدر تغيرها في أي مرة بالدخول على شاشة الاعدادات الموجودة هنا لو دخلنا على الشاشة الرئيسية هنلاقي البرنامج بيديك العديد من الأصوات المختلفة زي مثلا أصوات مولدة بالزكاء الاصطناعي ودي بتكون أعلى جودة وزي ما انت شايفين عدد كبير جدا من الأصوات أو أصوات بشر أو أصوات شخصيات في ألعاب أو رسوم متحركة إلى آخره أول شيء فيه أعداد مهم جدا لازم تبقى عارفه اللي هو اسمع نفسي ده مفروض حيبقى مفاعل عندك لو دوست عليه مفروض ان انا حبقى سامع الصوت وهو بيتغير يعني كمثال صوتي بيتكرر زي ما انتو سمعين كده فانا طبعا حقفله عشان عارف اسجل لكم الفيديو لكن هو بالنسبة لك حيبقى مفيد عشان تسمع صوتك الأصلي وصوتك بعد التغيير كمثال انا لو جيت دوست هنا صوت زكر ناضج هتلاقوا ان صوتي اختلف وتغير زي ما انتو سمعين دلوقتي لو جيت غيرته مثلا بصوت فتاة هتلاقوا الصوت تغير برضو وهكذا لو جيت مثلا غيرته بصوت مينيونز هتلاقوا تغير بشكل مختلف علشان ارجع تاني هضغط على بشر وبعدين اضغط على الصوت الأصلي فانتو كده سمعين صوتي الأصلي انت كمان تقدر تتحكم في إعدادات الصوت من الاختيارات دي على يمين يعني مثلا انا هنا لو مختار صوت فتاة ممكن من هنا أعلي الصوت أو وطي لو جبت التردد ناحية اليمين شوية هيبقى الصوت غليز أكتر لو جبته كمان مينس 2 هيبقى غليز أكتر وهكذا لو جبته العكس هيبقى الصوت زي ما انتو سمعيني وفايع جدا كمان من هنا تقدر تضيف شورت كات علشان تفعل صوت معين يعني مثلا هنا انا حلغط على إضافة رابط مفتاح وحلغط على كنترول شفت اي نرجع بقى للصوت الأصلي لو نزلت البرنامج أو عملت له منميز وضغط على كنترول شفت اي أصبح صوتي اتحول للصوت الجديد زي ما انتو سمعين دلوقتي وممكن كمان تضيف رابط أو مفتاح للصوت الأصلي ضغطنا مثلا عن كنترول شفت زد علشان لما عاوز أحول لصوتي الأصلي أضغط على الثلاث زراير دول مع بعض طبعا ده مفيد في الحالة لو انت بتلعب جيم أو بتعمل لايف ستريم وعايز تغير ما بين الأصوات دي فتقدر تستخدم الشورت كاتس دي عشان تحول ما بينهم في منتهى السهولة انت كمان تقدر تضيف مؤسرات صوتية خارجية على صوتك أو أي صوت من الأصوات اللي انت هتختارها يعني مثلا هنا ده صوت شاطئ مفهور من انتو دلوقتي سمعين صوت شاطئ أقدر ان أنا أوطي الصوت أو أعليه زي ما أنا عايز أو مثلا صوت مدينة مزدحمة زي ما انتو سمعين دلوقتي أو ان أنا علامات من طيارة أو راكب طيارة أو على ضفة نهر وهكذا وطبعا عايز أرجع تاني هختار فارغ علشان الصوت يرجع زي ما كان طبيعي جدا ممكن كمان تستخدم ميزة لوحة الصوت علشان تعمل أي مؤسرات صوتية وقت ما انت حابب وانت بتسجل أو انت في لايف ستريم أو انت بتلعب جيم وحتلاقي هنا أكتر من نوع من الأصوات ممكن تختار ما بينهم يعني أصوات مثلا حاجات مناسبة للألعاب حاجة زي كده مثلا عشان تغييز صحابك وبردو تقدر تضف لها رابط أو شورت كات بحيث أول ما تضغط انت على الشورت كات دي وانت في الجيم أو انت في لايف ستريم تسمع الصوت أو الإفكت ده ممكن تعمل نفس الطريقة انك انت تعمل استيراد أو إمبورت لأي إفكت خارج البرنامج النسخة المجانية من البرنامج بتديك في اليوم خمس أصوات مجانية منهم أصوات مولدة بالذكاء الاصطناعي وقلنا دي بتبقى جودتها أعلى وهو هنا بيكتب لك إمتى الأصوات دي هتتغير أو حيديك خمس أصوات جديدة مختلفة كل المميزات اللي أنا شرحتها سابقا دي تندرك تحت مميزات المجانية للبرنامج لو انت عايز بقى تستمتع بكل مميزاتك وتستخدم أي صوت من الأصوات دي يفضل ان انت تشتري النسخة المدفوعة وده علشان تقدر تستخدم كل مميزات البرنامج واللي أهمها أصوات الزكاء الاصطناعي الأعلى جودة وبتحصل على تحديث مجاني للبرنامج مدى الحياة وكل الأصوات اللي انت شايفها دي بتبقى شغالة معاك خلونا مثلا نجرب صوت زي صوت أوباما هضغط عليه علشان في الأول أنزله على جهازي أول لما بتلغط على الصوت بتاع الزكاء الاصطناعي أول مرة بيعمل لك تهيئة أو بينزل عندك شوية حاجات زيادة على البرنامج علشان الأصوات اللي هي من فئة الزكاء الاصطناعي تشتغل عندك أي صوت طبعا يعجبك هتضغط على علامة القلب دي علشان يدفه لك في قائمة الأصوات المفضلة اللي ممكن الدخول عليها من هنا في بعض الأحيان الأصوات اللي هي في فئة الزكاء الاصطناعي ممكن تشتغل عندك بغطء شوية وده بسبب ان مواصفات كارت الشاشة اللي عندك ممكن تكون قليلة علشان تتغلب على ده هتضغط على الصوت وتضغط على قيمة الاعدادات وتختار من هنا وضع AI Smooth علشان يحاول يخلي لك الصوت ثالث اكتر كل ما جبته هنا اكتر ناحية اليمين كل ما كان الصوت ثالث ناحية الشمال اكتر لو انت عندك كارت الشاشة اداء اقوى وطبعا الصوت اللي انتم سمعينه دلوقتي هو صوتي محاول لصوت بارات اوباما وده مثال اخر لصوتي محاول لصوت ممثل الشهير مورجان تريمان في الحقيقة كل الاصوات في البرنامج ده انثأت الزكاة الاصطناعي جودتها عالية جدا والصوت فيها تحس ان هو واقعي ومش مصطنع او مؤلد بالزكاة الاصطناعي كمان في برنامج اس اس voice wave تقدر تغير الصوت في اي ملف صوتي عندك مسجل او ملف فيديو عن طريق ضغط هنا وتديله ملف على جهازك او عن طريق اختيار وضع التسجيل وبتسجل صوتك عادي تجربة تسجيل الصوت باستخدام موقع اس اس voice wave بالزكاة الاصطناعي فطبعا ده الصوت المسجل ممكن هنا تقلل الضوضاء او حابب وتختار اي صوت من دول عشان تغير بيه الصوت تجربة تسجيل الصوت باستخدام موقع اس اس voice wave بالزكاة الاصطناعي ميزة تانية جيدة موجودة في نفس البرنامج ودي متاحة ايضا في النسخة المجانية انك ممكن تعمل تغييرات او فلاتر او فلترز على الصوت وتستخدمهم مع بعض فانا هنا اخترت مثلا مجموعة من الفلاتر مع بعض ممكن اضغط هنا علشان اسميها باسم معين وبعدين اضغط على حفظ لو ضغطت هنا هقدر ان انا استعرض الاصوات المحفوظة بتاعتي وده صوتي وهو مطابق عليه مجموعة الفلاتر اللي انا اخترتها واضح كانه مجموعة اشخاص بيتكلموا مع بعض في نفس الوقت طبعا في كل الامثلة السابقة اللي عملناها كنا بنغير الصوت مباشرة عن طريق البرنامج لكن انا حديك مثال دلوقتي ازاي ممكن تغيره في الواتساب او برنامج المونتاج بتاعك ونفس الفكرة ممكن تطبقها على اي برنامج تاني انت شغال عليه على الويندوز سواء كان لعبة او لايف ستريم او ديسكورد او برنامج زوم او اي حاجة تانية انت عايزة مثلا على الواتساب هتكون طبعا منزل برنامج الواتساب للكمبيوتر هتضغط على الاعدادات من هنا ثم تختار فيديو اند فويس وتنزل تحت تتأكد في اختيار الميكروفون ان انت مختار الميكروفون ده voice wave microphone is us virtual device هتعمل ده في اي برنامج تاني انت شغال به على الويندوز عايز تغير فيه الصوت او عايز تطبق فيه الفلاتر اللي انت بتعملها عن طريق برنامج is us نفس الكلام لو انت على برنامج المونتاج بتاعك نفترض ان هو كاب كات لو انت بتسجل مقاطع فيديو او صوت هتضغط على علامة الميكروفون وتتأكد ان انت مختار الميكروفون ده voice wave microphone is us دي تجربة تسجيل الصوت في برنامج المونتاج الشهير كاب كات ده الصوت بعد التغيير دي تجربة تسجيل الصوت في برنامج المونتاج الشهير كاب كات طبعا خب بالك ان لازم يكون البرنامج مفتوح في الخلفية علشان تغيير الصوت يحصل او علشان خاصية الفلاتر تشتغل وممكن تراح نفسك خالص وتختار نفس الميكروفون ده في اعدادات الويندوز فبالتالي سيتم تغيير الصوت على اي برنامج انت شغال به على الويندوز في النهاية زي ما قلتلكم البرنامج فيه خصائص مجانية وخصائص مدفوعة لو عايز تستفيد بكل امكانياته اللي احنا شرحناها فدي طرق الدفع المتاحة للنسخة الكاملة طبعا افضل قيمة مقابل سعر هو الاختيار ده لان انت بتدفع 40 دولار في البرنامج لمرة واحدة فقط وليك تحديثات للبرنامج طول العمر وطبعا الاختيار ليك اولا واخيرا بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا استفادتم الفيديو لو عجبك الفيديو انتنساش اللايك والشير لان دعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير المحتوى للافضل واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة